أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد موضوعنا في هذه الحلقة عن العهد الجديد وعلم النقوش كنا سابقاً اتكلمنا بحلقتين عن العهد القديم وعلم النقوش ورح نستكمل الحلقات عن العهد الجديد فيه هجوم كاسح على الكتاب المقدس وهذا ليس جديداً أحبائي من ابتداء المسيحية حتى من أيام اليهود والرمان في القرن الأول حتى يومنا هذا تواجه المسيحية والكتاب المقدس هجوم شرس بكل أنواعه وبكل يعني بكل الطرق وبكل الوسائل لتحطيم المسيحية ولكن ما زال الكتاب المقدس صامد وثابت لأنه كتاب الله موحى به من الله والشيء الغريب والعجيب اللي عاوز أقوله في المقدمة أنه الكتاب الوحيد الذي يهاجم هو الكتاب المقدس وإحنا تعودنا يعني سواء في القرن الماضي أو قبل القرن الماضي هجومات وأنواع نقد كثير حول الكتاب المقدس نحن نتناول في هذه الحلقة ولكن لاحظ أنه لا يوجد أي كتاب آخر يهاجم مثل الكتاب المقدس ولا حتى النظريات في سفر التكوين أو كلمة الله في الخليقة أو في النبوات أو في العهد الجديد لا نرى إلا الكتاب المقدس هو الوحيد الذي يهاجم وهذا اندل على شيء بالدل على صحة الكتاب وأنه الله هو الذي ساهر على كلمته ليجريها كل الكتب الأخرى ما تسمى الكتب الدينية لو حاولت أنت تنتقد أو تعلق يعتبر في خانة ازدراء الأديان وكأنه الأمر المسموح فيه أنك تهاجم الكتاب المقدس ولكن إذا انتقدت أو علق بحرية لأنه عندك كمان رأيك الشخصي فيعتبر ازدراء الأديان وحكموا في هذا الموضوع سواء في الشرق أولا وحاليا في الغرب فلا تستطيع أن تنتقد بشكل علني ولكن أحبائي نشكر الله أن الكتاب المقدس موجود مفتوح لأي شخص يريد أن يتساءل في هذه الحلق رح نتناول العهد الجديد وعلم النقوش ورح نتكلم عن الإثباتات حتى الأدلة من خارج الكتاب المقدس التي تثبت صحة الكتاب المقدس ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لتقديم ضيفي المبارك اشتركوا في القناة